الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه المحاضرة نتكلم عن العرف الدولي كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية لقد سبق وأن أشرت منذ بداية هذا الفصل إلى المصادر التي تشكل القانون الدولي العام أو المصادر التي ترفض القانون الدولي بقواعده وقلت بأن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حددت لنا على سبيل الحصر القواعد أو المصادر التي يستقي منها القانون الدولي أحكامه عفوا على سبيل المثال وليس الحصر وطبعا من أهم المصادر التي وردت ضمن المادة 38 أولا المعاهدات الدولية لقد تكلمت كثيرا عن المعاهدات الدولية بقي موضوع واحد فيها وموضوع انقضاء المعاهدة وأسباب انقضاء المعاهدة وهذا تركته ضمن نشاط نشاط يحله الطلبة المصدر الثاني الذي ورد ضمن المادة 38 هو العرف الدولي الذي دل عليه التواتر ما بين الدول المتمدنة إذن العرف الدولي هو الأساس الثاني لقواعد القانون الدولي العام وفق ترتيب المادة 38 جدير بالذكر أنه الترتيب الذي ورد في المادة 38 لا يعني الترتيب من حيث القوة أرادت المادة هذه أن تجعل هناك تعداد لهذه الأشياء دون أن تنوي إعطاء قيمة معينة لهذه المصادر وفق الرأي الراجح في الفقه بمعنى أنه ممكن أن يجلوا لي عدد لي من هم الطلبة المتواجدين داخل الفصل ممكن أجل أقول الطلبة المتواجدين هم أسامة محمد ناصر ليس بالضرورة لأنني قلت أسامة محمد ناصر أن أسامة هو الأول على الفصل أو الشعبة أو ترتيبه هو المركز الأول وإنما أنا أردت أن أعددهم فحسب فتعدادي لهم لا يعني بالضرورة ترتيبهم من حيث القوة في كل الأحوال المصدر الأول الذي تكلمنا عنه هو المعاهدات الدولية ولن أتحدث فيه وليس هو موضوع محاضرة لهذا اليوم هذا اليوم سأتكلم عن العرف الدولي كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية وأول الأشياء التي سأتحدث عنها هو مفهوم العرف الدولي مفهوم العرف الدولي يعني تعريفه حقيقة العرف الدولي يعني يتشابه في فكرةه مع العرف الدستوري أو العرف العادي حتى كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الداخلية التي درستموها في مدخل إلى علم القانون فالعرف هو أن يتكرر سلوك معين وهذا السلوك يتكرر بواسطة الجهة المخاطبة بأحكام القانون ونتيجة تكراره ونتيجة وجود اعتقاد بإلزامية هذا السلوك نتيجة تكراره للأفراد فإنه يتشكل لدي قاعدة قانونية وتتشكل لدي قاعدة قانونية وتكون ملزمة لجميع من يمارس هذه القاعدة ومن سيمارسها في المستقبل إذا منقول أنه فكرة العرف مبنية على وجود السلوك اللي هو يعني شيء ممكن يكون إيجابي كما يمكن أن يكون سلبي يعني قيام بعمل أو امتناع عن عمل ونتيجة أنه هذا العمل على سبيل المثال تكرر واتبعته أكم من دولة في الوسط ونتيجة التكرار نشأ إيمان لديها واعتقاد جازم بأنه هذا السلوك أصبح ملزم لنا في علاقاتنا الدولية فمنقول أنه هذا السلوك أصبح يشكل لقاعدة عرفية ملزمة للدول لذلك منقول لو بنحط تعريف للعرف منقول أنه هو عبارة عن السلوك المتواتر والذي جرت عليه مجموعة من الدول في المجتمع الدولي معتقدة بإلزامية هذا السلوك لها فمنقول أنه عند إذن تنشأ لدينا قاعدة قانونية صحيح ليست مكتوبة لأن الدول لم تنشئ معاهدة بمضمونها وإنما هي قاعدة عرفية يعني نشأت نتيجة هذا التكرار ولذلك لا يمكن أبدا أن نقول بأن العرف يمكن أن ينشأ من تكرار السلوك أو من عدم تكرار السلوك أو من قيام به مرة واحدة فقط على الأقل لازم يتكرر هذا السلوك مرتين فإذا تكرر هذا السلوك مرتين فأكثر يمكن القاول حين إذن بأنه أصبح لدينا عرف بشرط أن يكون هناك اعتقاد بإلزامية هذا السلوك وقت القيام به ووقت تكراره إذن هذا إخواني فيما يتعلق بمفهوم العرف الدولي الآن بالنسبة لهذا العرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية اختلف الفقهاء في الحديث عن قيمته بعض الفقه كان يؤيد وجود العرف الدولي كمصدر القاعدة القانونية الدولية وبعض الفقه كان يرى بمعارضة وجود هذا العرف كمصدر من مصادر القاعدة القانونية الدولية وذلك يعود حقيقة إلى مجموعة من الأسباب فلنرى أول شيء ما هي أسباب التأييد وأسباب المعارضة أول شيء نبدأ بالمعارضة حقيقة بعض الناس هاجمت العرف وقالت في حق العرف كلاما يعني حقيقة كان صعبا ويبين صلافتهم في معارضة وجود هذا العرف كما ظلم مصادر القاعدة القانونية الدولية فهم يرون بأن العرف يعني يعتبر مصدرا ديكتاتورا ونقول أن العرف يعتبر ديكتاتورا من وجهة نظرهم لماذا؟ لأنه يكون ملزما للكافة بمعنى أنه ممكن ينشأ العرف نتيجة تواطر استعمال خمسين دولة فنتيجة تكرار السلوك مثلا من الخمسين دولة أكثر من مرة نشأت قاعدة عرفية القاعدة العرفية لأنها قانون تكون عامة ومجرد وملزمة لجميع الدول في العالم سواء كانت هذه الدول شاركت في السلوك التي تكرر قبل ذلك أو لم تشارك به مجرد أنها تحولت قاعدة عرفية عامة مجرد فإن هذه القاعدة تصبح ملزمة لجميع الدول إذن القاعدة العرفية تختلف تماما عن القاعدة الاتفاقية أو قاعدة المعاهدات الدولية لأن المعاهدة أو القواعد التي تتضمنها المعاهدات وفق مبدأ الأثر النسبة للمعاهدة لا تلزم إلا الدول الأطراف في المعاهدة فحسب وهذا كلام احنا اتفقنا عليه في حديثنا المعاهدات إذن بالنسبة للمعاهدة المعاهدة أسلوب ديمقراطي بحيث أن الأحكام الواردة في المعاهدة لا يمكن أن تلزم إلا فقط الدول الأطراف في المعاهدة وفق قاعدة أو مبدأ نسبة أثر المعاهدات أما بالنسبة للعرف الدولي فهو يوصف بأنه عنصر ديكتاتوري مصدر ديكتاتوري للقواعد القانونية لأن العرف يجبر جميع الدول أو بنسميه بليغاتشو إرقا أومنس أو ملزم للكافة فطالما أنه ملزم للكافة معنى ذلك أنه ملزم للدول التي ساهمت في تشكيلة العرف إن شاءه ودول التي لم تساهم به لذلك هم يرون بأنه مصدر ديكتاتورا لذلك كانوا يعارضون وجود فكرة العرف الدولي هذا من ناحية من ناحية ثانية هم يرون بأن العرف يحتاج إلى فترة من الزمن طويلة حتى ينشأ يعني العرف الدولي ينشأ نتيجة تكرار السلوك سنوات طويلة في المجتمع الدولي إلى أن ينشأ هذا العرف على خلاف المعاهدات التي تنشأ في وقت زمني أقصر بكثير من القاعدة العرفية فهم يقولوا طالما أن العرف يحتاج إلى فترة طويلة عبل ما ينشأ معنى ذلك أنه لا يمكن أن يستجيب للتطورات والأحداث الدولية لأنه عندما يكون هناك أحداث دولية جديدة وتطورات تستدعي وجود قاعدة تنظمها من أسهل أن نروح ننشئ معاهدة تنظم الموضوع ولا نستنى العرف عبل ما ينشأ في الموضوع قال لك ننشئ المعاهدة فهي أسرع من مسألة العرف اللي بنقول نستنى سنين عبل ما يتشكل إذن لهذه الأسباب يرون بأن العرف لا بد من عدم وجوده عدم التعويل عليك مصدر من مصدر القاعدة القانونية إذن هناك عدة أسباب السبب الأول زي ما قلنا أنه عنصر ديكتاتوري السبب الثاني أنه يعتبر مصدرا يعني خلينا نحكي ليس فقط ديكتاتورا قالوا اللهم صلى سيدنا محمد هو عنصر لا يستجيب للتطورات والمتغيرات الدولية لأنه يحتاج إلى فترة زمنية طويلة حتى ينشأ وأخيرا أيضا من ضمن الأشياء لأنني الآن استحضر المعلومات من ذاكيرتي أنه عنصر أو خلينا نقول مصدر العرف الدولي صعب إثباته خصوصا وأن العرف غير مكتوب فطالما أن العرف غير مكتوب إذن سيكون من الصعب إثباته هذا أولا ثانيا من الصعب عملية تفسيره لأن التفسير للأشياء المكتوبة والبحث ما وراء النصوص زي المعاهدات أسهل بكثير من أن أنا أقود أفسر قاعدة قانونية غير مكتوبة إذن هي تعاني من مشكلة في التفسير وتعاني من مشكلة في الإثبات هذه الأعراف الدولية لذلك فإن الفقه بعضه كان لا يؤيد وجود فكرة العرف الدولي للأسباب الثلاثة التي أنا ذكرتها واستحضرتها قبل قليل أولا أنه عنصر ديكتاتور ثانيا لا يستجيب لمتغيرات ويحتاج إلى فترة زمنية طويلة وأخيرا أنه من الصعب إثباته وتفسيره إذن هذه كانت وجهة نظر المعارضين لوجود العرف الدولي كما الزمن مصادر القاعدة الدولية لست ممن يميلون إلى هذا الرأي بل أنا من الذين يميلون إلى الرأي الآخر المؤيد لوجود فكرة العرف والذين يعني ينتصرون لفكرة ضرورة وجود العرف وذلك بنسف كل ما قالوه أنصار الفكر الأول المعارض لوجود العرف الدولي فتعالنا نشوف كيف بتم الرد على مثل هذه الآراء التي تفضلوا بها واحدة والأخرى أولا قالوا بأن العرف ديكتاتور يلزم الجميع يلزم الكافة فلا يستطيع أي شخص في المجتمع الدولي أقصد الدول لا تستطيع أي دولة أن تعارض تطبيق عرف معين لأن العرف ملزم للكل على خلاف المعاهدات ممكن الدولة تيجي تقول لك أنا بديش ألزم بمعاهدة جينيف ليش؟ لو أجي تقول لك والله أنا لست مصدقة على هذه المعاهدة تيجي تقول أنا مش ملزمة بتطبيق أحكام اتفاقية روما المحكمة الدولية الجنائية أو الميثاق روما لماذا يجي تقول لك لأن ميثاق روما أنا لست مصدقة عليه والحقيقة ممكن نقول أن هذا الكلام صحيح لماذا؟ لأن المعاهدة ملزمة فقط لأطرافها أما بالنسبة للعرف فالعرف ملزم للكافة فكيف يمكن لدولة أن تأتي وتقول بأنني لست ملزمة بهذا العرف وأرفض تطبيق الأنصار الفكر الأول يقولون بأن العرف ديكتاتور لأنه ملزم للكافة نحن نقول بأن هذا الكلام ليس صحيحا إذا كان الأصل أن العرف منشئ لالتزام قبل الكافة إلا أن الواقع يثبت أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها العرف رغم إلزامه لكثير من الدول يعني نقول 99% من الدول إلا أنه ممكن يلقى 1% من الدول غير ملتزمة بهذا العرف ويرفضون تطبيقه إذن بيصير مش ملزم للكافة طالما أن هناك دول ترفض تطبيق هذه القاعدة العرفية إذن لا يصبح العرف ملزم للكافة إذن لم يصبح ديكتاتورا صار مثل مثل المعاهدة الدولية طبعا الدول هذه اللي بترفض تطبيق العرف حتى ولو كان دولي ملزم للكافة هذه منسميها الدول الجامحة أو إحنا منسميها بالفقه القانوني الأجنبي أبجيكتور أبجيكتور من التى يعترض معتراب أبجيكتور معترض الملحاح أو المصر على معارضته فمنسميه الدولة اللي بتكون معارضة لوجود العرف الدولي وطرف التطبيق ومنسميها دولة جامحة مثال على ذلك زمان وما زال حتى الوقت الحالي في عنا قاعد عرفية ملزمة للكافة في العالم لكل الدول المفترض أنها ملزمة اسمها قاعدة الـ 12 ميل مياه إقليمية للدول الـ 12 ميل اللي حكت عنها اتفاقية الأمم المتحدة للبحارة عام 82 هي بأصلها قاعدة عرفية والمفترض أنها تكون ملزمة الكافة ما زالت حتى الآن بريطانيا ترفض عفوا أنت النرويج ترفض تطبيق قاعدة الـ 12 ميل التي تحدد المياه الإقليمية والقاعدة العرفية اللي بتحدد المياه الإقليمية بـ 12 ميل بل مدت مياه الإقليمية إلى ما بعد 12 ميل في قضية المصائد النرويجية بإمكانكم أن ترجعوا إلى القضية إذا أحببتم أن تستفيدوا من مضمونها يعني أكثر إذن أول شيء قالوا أنه عرف ديكتاتور مصدر ديكتاتور نقول بأنه ليس ديكتاتور لأن العرف ليس دائما ملزمة الكافة وبدليل وجود الدول الجامحة بعدين العرف أنه في عرف عالمي بملزمة الكافة في أعرف إقليمية العرف الإقليمي إذا كان يلزم دول قارة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال فإنه لا يلزم غيرها وفي عرف ثنائي بمعنى أنه عرف ينشأ بين دولتين فقط ولا يكون ملزما إلا لهاتين الدولتين لا يمكن أن يكون ملزما لغير هاتين الدولتين لذلك نقول بأنه ما قيل بأن العرف مصدر ديكتاتور ملزم الكافة هذا كلام ليس صحيح وبهذا ننسف أول وجهة نظر وجهة نظر الثانية يقولون بأن العرف الدولي حتى ينشأ يحتاج إلى فترة زمنية طويلة بما يجعل منه غير قادر على أن يستجيب للتطورات المتغيرات الدولية هذا الكلام يرد عليه بأنه كلام غير صحيح لأنه وإن كان الأصل بأن العرف يحتاج إلى فترة من الزمن حتى ينشأ ويتبلور إلا أن الواقع العملي يثبت بأن هناك أعراف يمكن أن تنشأ بفترة زمنية قصيرة جدا ويطلق عليها باسم سوفيج كستم سوفيج كستم معناته العرف المتوحش أو يطلق عليه اسم ريفوشون ريفوشونري كستم أو العرف الثوري أو بسمه العرف الفوري بمعنى أنه هذا العرف ينشأ في فترة زمنية قصيرة ويعالج المسألة مباشرة أهلاً شأنه وشأن المعاهدة الدولية قالوا بأن العرف ينشأ بعد المعاهدة ويأخذ فترة أطول المعاهدة ومعاهدة غير صحيح ومعاهدة أصلاً تأخذ فترة زمنية طويلة حتى تنشأ لأنه في مرحلة مفاوضات مرحلة تحرير المعاهدة كتابتها وتوقيع عليها والتصديق عليها فيما بعد إداس وكوك الاستمام إليها إذن تأخذ المعاهدة شأنها شأن العرف فترة زمنية طويلة إذن الأما ينطبق على المعاهدة قد ينطبق على العرف لذلك نقول بأن المعاهدة ليست أفضل من العرف بكثير لذلك نرد هيك نكون ردينا على الاعتراض الثاني الذي قدموه ضد العرف الدولي آخر شيء قالوا بأن العرف الدولي من الصعب إثباته ومن الصعب تفسيره وأنا أعتقد أن هذا الأمر يعني خلينا نقوله هو أنت قد موجه إلى طبيعة العرف وليس موجه إلى يعني ضرورة وجوده من عدمه هل قلت إحنا من حيث ضرورة وجوده هو ضروري لكن لو قلت لإيش العيوب اللي فيه بقول لك والله من عيوب أنه صعب الإثبات إذن لابد أن لا نخلط بين مسألة عيوب العرف وبين ضرورة وجود العرف من عدمه عشان يتمنقول العرف مصدر مهم مصدر ضروري لابد من وجوده لذلك في هذه النقطة أخواني يجب أن تكونوا متنبهين للآراء التي تكلم عنها المعارضين لفكرة العرف فإذا عرفتموها تلقائيا يمكنكم أن تنسفوها وتكون في نفس الوقت هذه الآراء التي نسفتم بها آراء المعارضين هي نفسها آراء المؤيدين بصورتنا وبأخرى العرف الدولي أركانه من التعريف اللي أنا ذكرته اللي هو قلت لكم أنه فيه سلوك متكرر وفيه اعتقاد بإلزامية العرف اللي احنا منسميهم الركن المادي للعرف والركن المعنوي للعرف اللي أكون واضحاً وصريحاً لم يتفق الفقه على ضرورة وجود ركنين للعرف مش بالضرورة هذا كلام لكل الفقه بعض الفقه يرى بأن العرف الدولي يحتاج إلى ركن واحد وهو الركن المادي دون الركن المعنوي يعني بقولوا أنه سلوك متكرر هل قيت الدول تعتقد بإلزاميته ما تعتقدش بإلزاميته هذا أمر ثانوي لا يعتبرونه ركن من أركان العرف ودول احنا منسميهم The Theory of the One Element أو بسموها نظرية الركن الواحد وسميناهم أصحاب نظرية الركن الواحد لأنه بقول العرف إلو ركن واحد بس وهو الركن المادي أو السلوك المتكرر أما بالنسبة للركن المعنوي فلا يرون بأهميته وهذا الكلام خاطئ حقيقة لماذا لأنه لو بدأقول العرف عبارة عن سلوك متكرر مش حارف أميز عنده إذن بين قاعدة العرف الدولي وبين المجاملات الدولية ما هي قواعد المجاملات عبارة عن سلوك متكرر كل ما في الأمر أنه غير ملزم لا يوجد اعتقاد بإلزاميته أما العرف الدولي فهو عبارة عن سلوك متكرر لكن في اعتقاد بالإلزامية عشانيك منقول الاعتقاد بالإلزامية أو الركن المعنوي هذا هو ركن مهم إلى جانب الركن المادي فعشانيك لم تسلم النظرية الأولى نظرية الركن الواحد من سهام النقد لذلك الذي رجح في النهاية هي نظرية الركنان فنظرية الركنان ترى بأن العرف له ركنان ركن مادي وركن معنوي الركن المادي هو الذي يتكون من السلوك المتكرر والسلوك قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي إيجابي يعني القيام بفعل وهذا أكثر أنواع الأعراف الدولية كل الأعراف الدولية تقريبا عبارة عن فعل بتكرر من الدول زي منح الحصانة منح الحصانة سعر الفعل المادي منح الحصانة من الدولة المستضيفة للأشخاص المرسلين إليها والعكس صحيح من الدولة الأخرى ما يتعتبر فعل تقوم في الدول وتكرره الدول في علاقاتها المتبادلة مما أدى إلى وجود قاعدة عرفية إذن هذا فعل وقد يتشكل العرف الدولي من فعل سلبي أو نحن نسميه الامتناع فكيف يمكن أن ينشأ العرف الدولي بصورة الامتناع وهذا حقيقة هعتبر سؤال نشاط وأتمنى من الجميع أن يشاركوا وأن يبدوا آراءهم في هذه المسألة ويعطوني أمثلة واضحة وصريحة وين وردت في أي قضية من القضايا الدولية الشهيرة ورد مثال على العرف الذي نشأ بسلوك سلبي أو عن طريق الامتناع عن الفعل يعني امتناع متكرر مش فعل متكرر امتناع تكررت به الدول فأدى إلى نشوء عرف دولي فاتركوه في التعليقات حتى نرى من من الطلبة يعني لديه فكرة صحيحة وسيكون عليه طبعا بونس من الدرجات النقطة الثانية الركن المعنوي والركن المعنوي هو الاعتقاد بالإلزامية يعني أن تكون الدولة التي تمارس السلوك وتكرره معتقدة بداخلها بأن هذا السلوك نتيجة تكراره قد أصبح ملزما لها على الصعيد الدولي اللي احنا منسميه عنصر الشعور هو عنصر حسي معنوي وهو شعور بالإلزام وفي المفاضلة بين الركنين المادة والمعنة ما فيش مفاضلة لا يمكن أن ينشأ العرف أبدا إلا بوجود الركنين معا بمعنى إذا تكرر السلوك مليون مرة دون أوجود شعور بالإلزام لا يمكن أن ينشأ العرف ولو اعتقدت الدول ألف مرة وألف سنة بأن شيئا ملزما دون أن تمارسه ولو لمرة واحدة أو عافرة المرتين على الأقل فعندئذن منقول أنه لا يمكن أن ينشأ العرف الدولي لذلك الركنان مهمان معا يجب أن يتوافر معا في وقت واحد وهذه هي النقطة المتعلقة بأركان العرف الدولي العرف الدولي في مواجهة المعاهدة الدولي أيهما أبطل بمعنى إذا وجد لدي كقاض في المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية عفوا وجدت قاعدة دولية معاهدة يعني تحل المسألة ووجدت عرفا دوليا ينطبق على المسألة فهل أحسم النزاع بناء على المعاهدة أم بناء على العرف البعض يقول بناء على المعاهدة الدولية ودليلهم في ذلك أن المعاهدات هي التي جاءت في المرتبة الأولى في المادة الثمانية وثلاثين خصوصا المادة الثمانية وثلاثين عندما عددت قالت يجوز للمحكمة أن تفصل في النزاعات المرفوعة إليها وفقا لما يلي أولا المعاهدات هي لم تقل أولا هي قالت واحد المعاهدات اثنين العرف ثلاثة المبادئ العامة للقانون أربعة كذا إذن قالوا بما أنها وردت في البداية إذن هي تعتبر دليلا على قوة المعاهدات وأنها تسبق الأعراف الدولية في أهميتها جانب طبعا آخر يرد على ذلك ويقول بأنه الترتيب الذي ورد في المادة ليس ترتيبا من حيث القوة وإنما ترتيبا أريد به التعداد وذكر القواعد مجرد ذكر دون أن يعطى لأي منها القوة والأولوية على الأخرى لذلك الرأي الصريح في هذه المسألة والذي نميل إليه ونرجحه ورأي فقيه اسمه ديكسون وجدته في كتابه المتعلق باسمه تيكست بوك انترناشنال هذا الكتاب يقول فيه وأقتبس عنه يقول بالإنجليزية بأنه يجب أن لا نفهم بأن العلاقة ما بين العرف الدولي والمعاهدة هي علاقة عداء وعلاقة سباق على الأفضلية يحققها أي منهما على الآخر يجب أن نفهم العلاقة بينهما على أنها علاقة تعاون وأن العرف الدولي يمكن أن يشكل زخما ينشئ فيما بعد معاهدة دولية أو أن المعاهدة الدولية يمكن أن تشكل بتكرارها نواة الركن المادي والمعنوي لعرف دولي فبالتالي يرى ديكسون بأن كل منهما مهم وكل منهما يعاون الآخر يرى بأن الأولوية تعطى للأكثر ثباتا بينهما بمعنى إذا كان القانون المكتوب أو المعاهدة ثابت منذ زمن طويل وكان هناك عرف حديث نشأة فالأفضل أن أطبق القاعدة الأكثر استقرارا ورسوخا وهي المعاهدة الدولية أما إذا وجدت بأن العرف الدولي هو الأكثر رسوخا وثباتا وموجودا منذ زمن طويل جدا في المجتمع الدولي في حين أن المعاهدة ما زالت في مرحة الإنشاء والتكوين أو أنها في سنتها الأولى فطبيعي جدا أن أطبق العرف لذلك لا أهمية للمعاهدة دائما على الأعراف الدولية يمكن أن أطبق العرف إذا كان أكثر ثباتا ورسوخا لذلك نرى بأن الرأي الثاني هو الرأي لصحب بأن لا أفضلية للعرف على المعاهدة أو المعاهدة على العرف وإنما الأولوية تعطى عند التطبيق لأكثر ثباتا ورسوخا بينهما إلى هذا الحد أنتهي شكرا لكم على حسن استماعكم وأترككم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم